طيب هنروح للسكواش مصطفى عسل كان معنا للحلقة اللي فاتت وكان بيقولنا انه هيروح او هيشارك في بطولة قطر الدولية بالفعل مصطفى عسل ويوسف سليمان يشاركان في بطولة قطر الدولية للسكواش بدأت النهاردة وهتستمر لحد يوم 23 اكتوبر اللي احنا فيه ومجموعة جوائزة 185 ألف دولار البطولة هيشارك فيها اتنين لعيبة من نادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم مصطفى عسل ويوسف سليمان مصطفى عسل هيلاعب في الدول الاول مع الهندي سوراب جسال ويوسف سليمان هيلاعب مع زميله في المنتخب عمر مسعد بالتوفيق طبعا لنجمنا كلهم وابطالنا اللي مشاركين في الاسكواش ومش محتاجة افكركم مصطفى عسل خد لقب امريكا المفتوحة ومن قبلها بشهور قليلة فاس بالعظماء التمانية كاصغر لاعب يحصل على البطولتين مصطفى عسل ماشي كويس جدا وبكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران نادي الاهلي